السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة والوصفة اليوم ستكون عبارة عن حلوة طبقة مقالر لجد اقتصادية وطريقة مبساطة فاذا سنحاول انا نقول معكم المقالر مع طريقة التحضير في نفس الوقت باش نختصره في الفيديو فاذا اول حاجة سنحتاجه الاربع حبات من البيض اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ ونضيفو عليهم كأس بقياس كأس العنباء من السكر الخاشن او سنيدة مع كأس ديال زيت المائدة كأس تهوا بقياس كأس العنباء اي ما يعادل 150 مليلتر عندي هنا يا قابصة ديال الملح وكنضيف كيس من سكر الفانيليا يمكن لكم ايضا ديروا القشرة ديال البرتقال او الليمون وايضا ممكن انكم تديروا الفانيليا السائلة كيف ما اشتوف هاد الحلوه هاديره هاد سهلة بزاف وما كتحتاج مكونات اللي هي كثيرة بزاف وكتعطي كمية مهمة هنا غدي نحاول انا هاد المقادر كاملا نزوم ع بعضياتهم حتى كنشوف انه سنيدة دابت لينه وما بقش كنحس بها حرشا ممكن انكم تديروا طريقة اخرى باش ما تتعدبوش تاخدو الخلاط الكهربائي وتوضعو في هاد العناصر كامل وطحنوهم من بعد تخويهم في القصرية وتبدو تضيفو النواشف هنا من بعد ما دابت لي الساندة كاملة كنبدا نضيفه بالتقيق على شكل دفوعات فكنضيف زلفة اللولة وكنضيف جوج ديال اكياس من خاميرة ديال الحلويات وصافيو كنحاول انني نجمع غيب الاصابع ديالي من حاول انني ندلك العاجين فبالنسبة للدقيق فاخدام معي تقريبا هاد الخلاط لاته ديال الكسان ونصف ميناء الدقيق الابيض المهم هناك نضيف الزلفة التانية ونبدو نضيف الدقيق حتى كتجمالية العجين بالنسبة للعاجين ديالها ما كتبغيش تكون ناشفة بزيف ضروري انا نخليوها متلوقها شوية باش هكال حلوة ما تجيناش اه ما تجيناش ناشفة من اللي نكونو كنناكلوها سوف نحاول انني نقسمها الربعة ديال القطاع اللي تكون متساوية لاننا هنا يا فاتح الوهد غادي كونو ربعة ديال طبقات جوج غادي يكونو بيضين ديال الفانيليا وجوج غادي نديرو ليهم الغبرة ديال الكاكاو باش هكا يكونو منكهين بالكاكاو يكون اللون ديالهم اسود فصافي نحاول انني نقد هاد الكورة هادو كيف ما قلت لكم غادي جوج غادي نعزلهم وغادي نحيدهم على جنب جوج غادي نوضع فيهم جوج ديال المعالق كبار ديال الكاكاو حتى كانت تحصل على اللون ديال الشوكولا بحال هكا فمن بعد غادي نحاول انني نقسمها الجوج ديال القطاع على هاد الشكل هادا وكنكون هكذا تحصلت على جوج ديال القطاع بضن وجوج ديال القطاع اه في الاسود فهدي هي العجينة ديالنا بعد ما قطعتها الاربع قطاع هنا غادي نجيب واحد طاوة ديال الفورن غادي ندهنها بالقليل من الزيت غادي شوية ما نكتروش بزاف وصافي وغادي نبدأ نقد في العجينة ناخد الكورة اللولا ديال فانيليا وغادي نتبعها الكورة التانية ديال الشوكولا وغادي نكمل بهذه الطريقة الفانيليا وشوكولا باشها كانت تحصل على اربع طبقات بالنسبة لهاد الحلوه هاديرها سهلة بزاف ما كتتاخدش وقت بزاف لتحضير فغادي ان شاء الله إلا جربتوها غادي تشوفو انها ضغية ضغية كتتحترفة بحالة كان وجدو الخبز سهلة بزاف هنا كانبقى غيب شوية كانبقى نطلق فيها باش هكا تمشي ليعلى مستوى طاوة ديال الفورن ممكن تلقو غيب يديكم او لا تديرو المدلك على هاد الشكل هادا باش هكا تسهل عليكم فمن بعد ما كانت لقي العجينة ضروري انها تكون السمك ديالات قريبا واحد ونصف سنتين ما تكونش غليظة بزاف وما تكون شرقيقة بزاف كان ناخد هنا واحد الفورشات وكنتقبها كاملة باش يلا دخلناها للفورن ما تنفخش لينا لاننا بغيناها ماشي بلاصة تنفخ وبلاصة تبقى صامتة ضروري خاصة انها تهزز كاملة لذلك حاولوا انكم تقبوها على هاد الشكل هادا وغادي ندخلها للفورن اللي غادي يكون مسخن من قبل غادي نطيبها من الاسفل وغا نشعل عليها من الفوق هنا بعد ما دخلت الحلوة الفورن فكن وجدوا واحد الخالط باش هاك غالدي نسقيوها كيف تخرج من الفورن خاصة كيف تخرج من الفورن نسقيوها باش هاك دا تشرب لينا وهي سخونة كان ناخد هنا تقريبا واحد لاسل المعالق الكبار ديال العسل بالنسبة للعسل فاللي متوفر عندكم ممكن انكم تديروا العسل او لا تديروا المربع ديال المشمش ديال الحالويات من بعد فكن ناخد تقريبا واحد لاسل المعالق الكبار من المزهر كنضيفهم للعسل وكن نخلط هاد العناصر كام راحتك يدوب لي هادك العسل وكن ندخل فيه المزهر بالنسبة لهاد المزهر البنات فهو كيعطي واحد طيبة رائعة الحلوة ديالنا نفس طريقة سواء درتوا العسل او لا درتوا المربع فكيجوب مدق هائل جدا فهنا يبعد ما دابلنا العسل ديالنا مع المزهر الحلوة ديالنا هي طابة يلا خرجت من الفرن بقى سخونة فهنا نحاولو انا ننسقيوها هنا مزيان ونشربوها مزيان مزيان باش اجي نارطباع من الدخل وكنتجي شاربها لك المذاق ديال المزهر فغادي نسقيها هنا وغادي ناخد في الاخير واحد شوية ديال جوز الهند وغادي نزينها من الفوق ممكن انكم تزينوها يجاوز الهند وممكن ايضا انكم تديرو فيها الكوكا ومهرمش وتديرو هكا من الاعلى حتى هو كيجي شكل ديالو زوين انا غادي نخلقها غادي ناخد واحد السكين وغادي نقطع لها الجوانب ديالها باش هكا اه باش هكا تجينين في نياي لا بغادي نقطعها لقا كيفاش نقطع من بعد هنا ايا فشحيت هدوك الحواف من الجانب غادي نبدأ ان نقطع على شكل مستطيلات بحال هاد الشكل هاده كنهزو وكنناخدوه على طاطح العمل وكنقطعوه لشكل يا اما مربعات يا اما مكعبات على الشكل اللي بغيتو انتوما فغادي تشوفوا معايا الطريقة اللي غادي نقطع بها انا من الاحسن انكم تديرو السكين اللي يكون دير المنشار باش هكا يقطعها لكم بطريقة زوينة فانا حاولت اني نقطع هكا على شكل مستطيلات من بعد هاده غادي نحاول اني نقطعها المكعبات صغيرة فكننجي للجانب وكننخطع واحد شوية على الشكل هاده وكننكمل بهذا الطريقة هاده كناخد القطعة الاولى هي باش نعبر عليها وكننمشي على نفس الطريقة في الحلوة كاملة بالنسبة لدي الكميه هاده نخدمت معكم فكتخرج لنا تبارك الله كميه موهيم ما ممكن اننا نحضروها للعيد الاضحة تقول لاشتلا تكون هاده حلوية للعيد الاضحة كيفما كتعرفوا انه عيد الاضحة ما كنحتاجوش فيه حلويات بزاف المهم هاده هي الشكل ديالاك يجي رائع كانت من الفيديو ديال يومي لاستحسن ديالكم الى اعجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك زر الاعجاب وانطلقوا ان شاء الله مع الفيديو القادم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة